في أولى أخبارنا قام صحفي حيدر الحمداني بالذهاب إلى منطقة البركات بمحافظة المثنى ووثق حالة من حالات كثيرة في العراق والتي تثبت الإهمال والفساد الحكومي عمود كهربائي ينقل أسلاك ضغط عالي آيل للسقوط ومربوط بنخلة فلنشاهد السلام عليكم اليوم جديات راح نتحدث عن موضوع إيجابي كافي سلبيات مليئنا من السلبيات فقط سلبيات سلبيات يعني معقوله ماكو شيء إيجابي في هاي المحافظة محافظة شكبرها شعروضها وصلنا تقريبا مليون نسمة ماكو بيها شيء إيجابي دورت اليوم من نص صبح للليل كنت تتجول عند يعني في منطقة البركات ولقيتلي شيء إيجابي شيء إيجابي شنو عمود كهربائي هذا ينقل أسلاك خطه دعش ضغط عالي يعني شنو مشكلة خطه دعش رابطينا على نخلة هذا شوفوا مثل ما جاي شوفون بالصورة خطه دعش رابطينا على نخلة شنو يعني شنو مشكلة واذا خطه دعش مو إيجابي هاي واذا ينتل يعني واذا عشرات الأشخاص هنا أنه مهددة أرواحهم بالخطر شنو يعني واذا يتكهرب واحد اثنين ثلاثة أربعة عادي أهم شيء النخلة والعمود صائرات ربع واحد مربط بالثاني عمود مائل يعني حتى من الأسفل ما باقي شيء يعني من التاكل يعني ما باقي بيه أي شيء من هو يتحمل المسؤولية؟ أكيد ما تدرون به فإحنا حبينا نصور لكم يا هاي إيجابية المفروض تطلع للمسؤول حتى يشوفها ومثل ما يقول المثل رحم الله من أهداني عيوبي فهاي واحدة من العيوب انتبهوا لهذه المنطقة هنا بالكامل وهاي حتى أغنام يرعون هنا هسا دا ما تخافون على الإنسان خافوا على الحيوان حيوان شنو ذنبه هسا الإنسان أيسنا من عدة بس أكو هنا حيوانات يرعوها حيوانات يرعوها